موسيقى العاشرة بتوقيت اسطنبول صباح الخير أنا محمد سليمان وهنا جيني صباح المشاهدات الشهرة المال المتابعون التفاعل تلك مشاهدين بعض من مصطلحات مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت آثارها على الأفراد والمجتمعات بشكل حاسم بل إن بيننا من يبلغ به الأمر استغلال قضية جدلية إنسانية أو وطنية أو دينية لأجل تحقيق ذلك أو قد يخدع الناس ليتعاطفوا معه بخطاب يلعب على وتر المشاعر ولا يخاطب العقل وليس غريباً أن يدفع آخرون المال لشراء متابعين موهمين بأنهم مؤثرون شهيرون لديهم أنصارهم ومعجبوهم حتى ولو كان المحتوى فارغاً من أي معنى هذا كله موجود ولكن أن يصل الأمر بأم وأب حد إخافة أطفالهم عن سبق قصد من أجل الشهرة فهذا ما لم نسمع به إلا في منصة تيك توك نناقش هذا في حلقة اليوم ولدينا عنوين أخرى منها دراسة جديدة تربط بين الأطعمة السريعة وبين خطر الإصابة بالخرف ولاية ريزة في منطقة البحر الأسود تنتج أجود أنواع الشاي في تركيا تحذيرات من هجمات اختراق إلكترونية واسعة النطاق في أوروبا والولايات المتحدة ومعنا أيضاً نتابع سوية مشاهدين لقاء خاص مع المستشارة الإعلامية لجائزة حمد للترجمة والتفاهم الدولي الدكتورة حنان الفيض قبل الذهاب إلى التفاصيل فإننا سنذهب سوية للحديث عن عنوين الصحف من تركيا مشاهدين اليوم يوافق ذكرى زلزال مرمرة الذي وقع في السابع عشر من أغسطس عام 1999 صحيفة تركيا طلعتنا بعنوان فقدت كل شيء في خمس وأربعين ثانية وفي التفاصيل نشرت الصحيفة مقابلة مع آسيا كوسال التي نجت من الزلزال الذي راح ضحيته ثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون شخصاً عدا عن إصابة ثمانية وأربعين ألفاً ليوضع ضمن أعنف الزلازل في العالم من حيث الخسائر في الأرواح الزلزال بدأ الساعة الثالثة فجراً واستمر خمساً وأربعين ثانية وخلف وراءه مدناً في حالة خراب وستمائة ألف شخص بلا منزل كوسال فقدت زوجها وطفليها وذراعها اليمنى خلاصة تجربتها تقول كما أوردت الصحيفة قدروا أحبابكم فثوان كفيلة بفقدانهم أما صحيفة تقديم فقد نشرت مقالاً عن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون على صفحتها الرئيسية عنوان والمقال بقلم بوريس في التفاصيل أفادت الصحيفة أن رئيس الوزراء السابق قرر العودة إلى مهنته السابقة بعد تركه منصب رئاسة الوزراء فقبل هذا المنصب كان جونسون الذي تولى منصب وزارة الخارجية في عام 2016 كان يكتب قبل السياسة مقالاً أو عموداً أسبوعياً في صحيفة ديلي تليغراف إحدى الصحف في بلاده وفقاً للمعلومات الواردة فإن عنوان جونسون الجديد هو صحيفة ديلي مين وإلى صحيفة أقد وفيها نقرأ قصة جورجو مينو ميني بعنوان جاء كسائح مسيحي وعاد مسلماً وفي التفاصيل قالت الصحيفة إن جورجو السائحة البريطانية زار أنطاليا سائحاً لكن ما لفت انتباهه هو اعتذار المرشد السياحي مرات أثناء النهار للصلاة وبانقضاء الرحلة زاد الفضول عند جورجو بشأن الإسلام ليطلب من المرشد شرحاً للدين استحبه هذا المرشد السياحي إلى إمام أقرب مسجد وبعد حوار معه اعتنق لبريطاني الإسلام مغيراً اسمه إلى محمد هي رحلة إذن سياحية غيرت حياته بشكل كامل أخيراً مع صحيفة جونش التي تابعت لنا آخر أخبار الأضحية ريحان ابنة الجبال هذه البقرة التي هربت من مالكها في عيد الأطحى وجدت شهرة كبيرة إذ لم يعثر عليها إلا بعد شهر وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي هنا في تركيا اليوم كما تقول الصحيفة فإن ريحان كما سميت ابنة الجبال وهو اسم مستوحاً من أغنية تتغنى بذات المعنى أو بفتاة تحمل ذات الإسم وجدت مأوى جديداً بعد أن اشترتها جمعية خيرية لتقضي بقية حياتها هناك مشاهدين وإلى مواقع التواصل الاجتماعي وعن مواقع التواصل الاجتماعي شبح مع أطفال في غرفة مظلمة والباب مغلق موصاً وكاميرا توثق ردة فعلهم وهم خائفون مذعورون تلك هي آخر صيحات تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك لكن من يفعل ذلك بالأطفال؟ إنهم ذوهم آباؤهم وأمهاتهم ممن يفترض أنهم مصدر أمان لهم ذلك مقابل ماذا؟ المشاهدات والمال والشهران ترتي عربي عارضت للقصة عبر منصتها على إنستجرام نشاهد تفاصيلها ترجمة نانسي قنقر حتى لو كان ربما ما كان هذا الطفل شخص بالغ ربما يخاف أيضاً من هذا الشكل عتمة وإغلاق الباب ثم هذا الحال وهذه الحالة وهذا الصوت فعلاً الأمر مرعب وتحديداً أن الآباء هم الذين كان يفترض أن يكونوا مصدر أمان لأطفالهم نجدهم هنا هم مصدر الرعب وربما تمت على مواقع التواصل الاجتماعي كثيرون يشاركون ذات الرأي كيف أصبح على هذه المنصات كل شيء مباحاً حتى أن يرعب الأهل أطفالهم باللهجة المصرية والله الذي يعمل كذا في طفله يستحق يتعاقب وما يستحق نعمة الأبناء والشهرة التي تأتي على حساب الصحة النفسية للأبناء تنم عن ضحالة في التفكير ويجدها البعض كما يقول صاحب هذه التغريدة قذرة ومن مراحل البحث عن تريند والانتشار الناس فقدت عقلها بهذه العبارة فقط يعبر صاحب تغريدة أخرى وتغريدة بعد ذلك تقول الأهل مصدر الأمان للأطفال وبتخويفهم فقدوا الأمان للأبد ذلك ما تأسف عليه صاحبة هذا البوست بالنسبة للمتخصصين في التربية والمسائل النفسية فإن لوما الأهل فقط ليصل إلى حد الانتقاد لهم ليس كافيا وإنما ينبغي توجيه النقد إلى تطبيق التواصل نفسه يقول مغرد شفت تحدي خطير بدأ ينتشر في منصات التواصل يقوم شخص بوضع طفله أمام كاميرا وتشغيل أصوات مرعبة وفق القانون يقول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن الخمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال بالعملة المحلية لبلده ولا تزيد عن عشرة آلاف كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف على الأطفال وفق المادتين 56 و 72 من قانون الطفل فيما اقترح آخر متخصص أيضا في معايير الرقابة بأن تكون هناك معايير لبرامج التيك توك والأموال التي تتدفق على المشاهير بالملايين بدون أي جهد سوى الصراخ أمام المشاهدين الحساب في تيك توك هو مشروع ممتاز لغسيل الأموال بعيدا عن الأنظار السؤال هنا مشاهدين إذا كان هناك بالفعل معايير ولكنها لا تطبق على كل حال ربما وأنتم تشاهدوننا تتذكرون في الطفولة أننا كنا جميعا نخاف من العتمة كنا نتخيل أشياء غريبة على سقف ورافنا نظنها أشباحا فنهرب إلى حضن الأبي والأم ماذا حدث؟ حاولنا أن نفهم من وجهة نظر علم النفس ما التأثير الذي تلقي به هذه الممارسات على صحة الأطفال النفسية أن يكون ذوهم مصدر رعب لهم فأجاب لييني صباح الدكتور حذيفة برهم المتخصص في الطب النفسي والإدمان هذه السلوكيات التي نراها في السوشال ميديا تعبر عن جهل كبير بحاجات الطفل الأساسية في نموه حتى ينبت نباتا حسنا أثلا الشعور بالأمان شعور مهم جدا لنمو نفسي سليم للطفل يحصل عليه عادة من خلال الارتباط الوثيق بالعائلة بالأبوين هناك من يهتم لأمره هناك من سيحميه إذا تعرض للخطر كل هذا الصرح الذي يبنيه الطفل يهدم حينما يترك وحيدا في مثل هذه المقاطع أيضا الطفل حتى سن محددة لا يستطيع التفريق بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي وبالتالي السلوكيات التي يراها في العالم الافتراضي يظنها حقيقية وأن نتائجها حقيقية في العالم الواقعي بالتالي يجب الانتباه إلى سن الأطفال الذين يستخدمون مثل هذه البرامج أيضا علينا أن نتذكر أن الأولاد والأبناء ليسوا سلعة لترويج آبائهم وإجسابهم شهرة ومادة هذه أيضا مهمة وربما تدخل في الاستغلال النفسي للطفل من زاوية أخرى إلى أين تأخذنا منصات التواصل دون حسيب أو رقيب وقد أصبحت في كل شيء حولنا بل وحتى في حديثنا مع أنفسنا حتى ما يلفظ الإنسان من قول إلا وهذه المنصات له رقيب عتيد تسمعه وتحول أفكاره إلى دعايات ومال وخصوصيته إلى بيانات للشركات المختلفة والآن ماذا؟ تستهدف الأسرة وتغير القيم والمفاهيم بصورة حاسمة وتقلب الدنيا رأسا على عقب ندى حنداش المتخصصة في التربية التقويمية لديها رؤية حول كيفية التخفيف من هذه الظواهر السيئة وتجاوزها بطريقة فعالة وإيجابية هذه النصائح تخص الأغلبية الصامتة التي تشاهد فقط وربما ترغب بالمبادرة بعض التراند اللي مبارحة كلها ياتنا شفناه وشفنا إذا هو جد سيء للأطفال وما بدي أقول يعني هلأ نحنا نقرر عمينا الحق كامل ما في حق كامل على ولا طرف من الأطراف أكيد أنا بقول بالنسبة لألي الأهالي في حق أكبر عليهم تطبيق أكيد في حق علي لأنه ما في رقابة على الأشياء اللي عم تنزل وكتير فيه أشياء عم تكون ضد أناعاتنا وضد إذا بدنا نقول سبل التربية السليمة للأطفال بس أنا بدي اليوم أقول لكم شيء نحنا كلنا لازم نضل عم نحاول نغني محتوياتنا على هالتطبيق بالضب يعني بالذات التيك توك لما منفتحه عم نشوف أشياء ما بتناسب أناعاتنا ولا بتناسب تربية السليمة للطفل أنت كلنا بدورنا لازم نكون عم نغني هيدا التطبيق من خلال نشر ثقافتنا نشر الوعي نشر معلومات مفيدة قيمة نقدر صغير وكبير يستفيد منا صغير وكبير يكون عم يقدر يكون عم تعمل تغيير صرف نظر عن الترانس يلي هن كتير سيئين على أشياء مهمة مفيدة مسلية يمكن تكون أوقات ما حدا مننا مش قادر يعمل هيدا الشيء ومنه صعب على الكل لو ليه اللي يمكن رح يتفاعلوا مع هيدا الخبرية أو هيدا الحديث بس أنا بتمنى من قلبنا نحن على جد كل واحد يشوف قدي عنده قدرات حلوة وما تستقلوا بحالكم وحاولوا تعاملوا التغيير ما بيكفي نحن نستيق بس أنه شفنا هيدا الشيء نحن قادرين نغير لا أتذكر هنا في الحديث عن منصات التواصل الاجتماعي تعبيرا أصدق من التعبير القراني واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة تحديدا وأن المحتوى من يجعله متصدرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هم نحن المتفاعلون معه وبالتالي المسئولية هي مسئولية جمعية لذلك مشاهدين نبقى مع مواقع التواصل الاجتماعي لنقص لكم حكاية غير معهودة قليلا وهي عن رسام ياباني قرر أن يقدم محتوى مفيدا لم تمنعه سنين عمره التي جاوزت السبعين من أن يصبح نجما على منصات تبادل الفيديو الأشهر يوتيوب وعلى تطبيق إنستجرام وغيرها يقول الفنان إنه يدخر ثروته الفنية على شبكات التواصل الاجتماعي كاميراث له بعد وفاته نشاهد لا يمكنك مزاولة الرسم إلى الأبد فبمرور الزمن وفي مرحلة ما سيضعف بصرك وترتعش يدك بلغت الخامسة والسبعين من العمر واعتقد أني سأتمكن من الرسم لخمس سنوات أخرى وإن أسعفتني صحتي فسأواصل الرسم لعمل لوحات تقاحية بعد وفادي هاروشيمي شباساكي الذي خط الشيب شعره وشاربه لم يبطئ تقادم العمر عمله فتراه تحزم بأدوات العصر من هاتف محمول وكاميرا رقمية وأجهزة إضاءة فهذا الرجل المسلم الذي لم يكن يملك حتى تلفازاً في منزله عند طفولته أصبح الآن يتفاعل مع متابعيه من مختلف أرجاع المعمورة وهو في منزله بالريف الياباني عندما كنت صغيراً كان لدي شغف بالرسم تلقيت دروساً في الفنول الجميلة بالعاصمة اليابانية وأصبحت لاحقاً مدرساً لها قبل عدة سنوات شجع هبنه على إطلاق قناة في يوتيوب كي يرفع مقاطع مصورة لتعليم فنون الرسم وحظيت قناته بإقبال كبير حيث بلغ عدد متابعيه أكثر من مليون ونصف مليون مشترك لم أتوقع ولم أتخيل إطلاقاً أننا سنشهد حقبة مماثلة كهذه التي نعيش ضمن هذا العالم الرقمي الواسع وأن أصبح جزءاً من هذا الأمر يمثل حرماً بالنسبة لي وبأسلوبه المميز واندفاعه في تقديم مواده الفنية يجذب الشبساك المهتمين إلى حساباته على شتى شبكات التواصل الاجتماعي وزادت شهرته بشكل كبير خلال فترة جائعة كورونا إثر دعوته متابعيه لبشاركته في متعة الرسم مرحباً شبساكي هنا كيف حال الجميع؟ لقد اقتمر الرسم الآن هل أعجبكم؟ إلى اللقاء من الأوجه المشرقة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي تعودنا أن تكون المتاحف جدراناً وحجاراً ولكن اليوم تبقى ما بقيت السيرفرات التي يضع عليها هذا الفنان أعماله أتمنى له التوفيق وبالحديث عن التقدم في السن عادة ما يرتبط ذلك بضعف الذاكرة لكن دراسة جديدة ربطت بين الأطعمة السريعة وخطر الإصابة بالخرف ونشرت النتائج في المجلة العلمية نيورولوجي وتقول الدراسة أن الأطعمة السريعة المصنعة تحتوي على بعض الإضافات الغذائية أو جزئيات تنتج عن عبوات التعبئة عند تعرضها للحرارة تبين سابقاً أنها تؤثر سلباً على مهارات التفكير والذاكرة ولاحظت الدراسة أيضاً أن استبدال الأطعمة السريعة بنظام غذائي صحي يقلل من خطر الإصابة بالخرف وقالت الدراسة أيضاً أن الرجال وكبار السن كانوا الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض وشكلت المشروبات الغذية والصودة النسبة الأكبر بين المواد الغذائية المصنعة التي تناولتها هذه الفئة معد هذه الدراسة من جامعة تيان جين في الصين يقولون أن نسبة الإصابة بالخرف تزداد بمعدل 25% عند زيادة استهلاك الأطعمة السريعة بنسبة 10% وحلل الباحثون بيانات أكثر من 72 ألف شخص من المملكة المتحدة وكان متوسط أعمار المشاركين يزيد على 61 عاماً واجرت متابعة بياناتهم على مدى عشرة أعوام تقول نتائج الدراسة إن الباحثين أحصوا إصابة 800 شخص من المشاركين بالخرف هل تفاجأتم مثلي بأن الأطعمة السريعة قد تسبب هذا النوع من الأمراض كلنا تعودنا بأنها تؤثر على جسمنا وعلى لياقتنا وعلى أجزاء أخرى ولكن أن يصل الأمر إلى العقل والذاكرة مسألة تستحق أن نتوقف عندها ونرحب في الأستوديو بضيفتنا اختصاصية التغذية والرعاية التلطفية أسماء جبري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أهلا وسهلا أنا أرتين في الأستوديو أهلا لكم أستاذ أسماء هذه سابقة أن يكون للأطعمة السريعة أو الفاست فود كما تسمى في الثقافة الشعبية تأثير على العقل هذا التأثير هل بالفعل تسببه تناول هذه الوجبات يوميا بصورة كبيرة أم فقط بمجرد أن يصبح الإنسان متعودا عليها سعد لي صباحكم أول شيء أهلا أستاذ أحمد اللي أقول لك يا أنه اللي صاير عنا الشوقر للأدكشن اللي هو نحن ما عم نقدر نتوقف عن تناول هاي الأشياء لأنه مجرد دخلت على جسمنا صار عنا حالة إدمانية للشوقر أدكشن مثل أو الفات أدكشن اللي هو إدمان السكر أو إدمان الدهون وكمان الدهون المشبعة والدهون المتحولة هن الأكتر شغلتين قد ما بقلك أنه عم بضروا شيء اسمه الوعاء الدمون اللي هو الوعاء الدموي لما عم بيصير جواته مثل تكتلات أو عم بيضيق شوي هذا الشيء اللي عم بيأثر على الدماغ فما بيعود فيه تروية كافية فبالتالي ضعف الزاكرة يعني النسيان الشديد الغباء وبالتالي الخرف إذن هذا ليس مرتبطا بفئة عمرية محددة وإنما هو مرتبط بهذه العادة تحديدا بالضبط هو ممكن يحدث عند أي شخص ولكن نحن اللي بنعرفه أنه نحن كلما نكبر بالعمر بيزيد عنا الهدم وبيقل عنا البناء فبيصير عرضه أكتر لهذا الشيء ولكن ما في فائدة مثل ما يقول لا يصلح العطار وما أفسد الدهر فنحن إذا أنا نمط حياتي خطأ أو بور لايف ستايل عشر سنين من حياتي صعب بالخمسين أو بالستين عدل أي شيء طيب كيف يمكن أن نتخلص من هذا الإدمان يعني ذكرتي بأنه الأمر يتعلق بالإدمان إدمان السعادة بسبب هذا الغذاء والسكريات الموجودة في هذا النوع من الأغذية كيف يمكن التخفف لأنه أصبحت نمط الحياة السريعة تفرض علينا أن نتناول هذه الأطعمة كيف يمكن أن نقلل منها وصولا إلى الانقطاع بشكل كامل عنه سمام هلأ مثل ما قلت الفكرة كثير مهمة أنه ما بيصير يصير انقطاع مفاجئ لانقطاع المفاجئ سيء جدا ودايما أنا بحكي بلقاءاتي السابقة أنه بيعمل شيء اسمه بيعطيني بخزن بذاكرتي أو بعقلي اللوعي نوع من الحاجة لهالصنف بشكل أكبر أو الشرح تجاهه أو جوع عاطفي تجاه الطعام فأنا قد ما بقدر شو بعمل ممكن خليه مرة بالأسبوع طلعتي على المول مع الأطفال الويكيند تبعنا مرة وقت مثلا سافرنا رحلة أو عملنا هيك أوكي طلبنا من بره أكل معقول ممكن كمان نعملها أنه في عندي حفلة مناسبة مؤتمر شو ما كانت المناسبة هون بقول هدول أيام أف باقي أيام نهاري باقي أيام أسبوعي إذا ما كانت مرتبة أنه أكل يكون نظيف فهون في مشكلة حقيقية بحياتي فقط الغذاء السريع مثل هامبورجر تشيز بورجر وغيرها أم أن أيضا السكريات لديها مساهمة في هذا النوع من الأمر للأسف الشديد كل منتجات السوبر ماركت في الوقت الحالي في هذا الزمن فيها نسبة عالية جداً من خليط ما بين السكر والملح والصوديوم عالي جداً حتى في الخضار المخزنة أو حتى في تكونة الشوربات البودرة الماجي إذا أقول لك هاي كلها صوديوم يعني ماذا تبقى إذا أردنا أن ننصح مشاهدين إذا كانت منتجات السوبر ماركت أغلبها على هذا النحو أو حتى بعض الخضروات كما ذكرت الخضروات المعلمة والمخزنة اللي في بكياس مي وبلا بلا 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 الخزنة بطرق معينة هاي كلها فيها نسبة صوديوم عالية كتير يلي تبقى أنا حقلك في عالم واسع جداً من الأطعام الرائعة يلي بتخلينا مبسوطين وسعيدين وبصحة جيدة حاجب لك مثال إيمك عن كل غراض السلطات والفواكه والخضار يلي هي أصلاً تمتص السموم غير إنها مفيدة تمتص السموم وتساعد على حركة الأمعاء الهامبرغر والدونات والشكر الشكر بشكل عام عم تعد وما عم تعمل حركة أمعاء فبالتالي الطعام عم بيتخزن ما في عندي ألياف فايبر ما فيه فهذا الشي عم يعمل أول شيء بجسمي مثل كأنه حديد يعني عم يتيبس الجسم ويضم فيه شكاوي وجع مغز تلبكات ليش لأنه ما فيه فايبر بجسمك أنا يعني فهمت من حديثك بأن التعليب يلعب أيضاً دوراً كبيراً في عنوان حديثنا عن الخرف لماذا؟ ماذا يحدث عند تعليب المواد الغذائية بحيث أن ذلك قد يساهم في الإضرار بذاكرة الإنسان اللي بدي أحكي لك يا أنه لازم يكون في مواد حافظة لا تحفظ مثلاً البزاليا أو الدرة اللي بيكونوا بعلب ومعهم سائل هذا السائل في مواد حافظة المواد حافظة أكيد كيموية حتى ما ينتزع أو يفسد لأنه غير طازج فهي المواد الحافظة تحتوي نسبة عالية جداً من الصوديوم اللي هو لا سمح الله يعني بعد مراحل طويلة يسبب مشاكل يعني خلينا نقول فشل كلوي أنا ما بدي يعني شائم الناس بس نسب الصوديوم العالية بيشرب مي مكافئ كتير خطير عجزاً فأنا شو بفضل خدوا بازاليا فريش الدرة فريش كل شي ما عليه كتابات بالماركت فهو صحي لكن الحياة السريعة اليوم والناس ليس لديها الوقت ربما للذهاب بشكل يومي للتسوق من أجل الحصول على خضروات طازجة تريد أن تخزينها في المنزل هنالك طريقة سليمة للتخزين لا تنتج هذه علاقة سؤال جميل جداً أنا عندي بشتركين عندهم نمط حياة نضيف مع شغلهم ومع جامعتهم عشر سنين واثناشر سنين هن بيحقولي عن حياتهم فينا نجيب كمية جزر نبشرة ونحطها بعلب مع محارم هذا بيحفظها مع قطعة خشب صغيرة تمتص الرطوبة ممكن البقدونس مثل بقت الورد نحطها بكاسة مي ونقص كل فترة نهاياتها هاي طريقة حافظ جيدة ممكن جيب كمية ملفوف كبيرة أطعب حتى بعلب في السبع على شغلي بأخذ البوكس تبع الأكل بأخذ من كل شغلي شوي مع قطعتين دجاج أو لحم أو السمك اللي أنا بناسبني وبأخذها معي على الشغل أو على الجامعة في سؤال أخير وباختصار وردنا على الحديث عن الأغذية ولكن لم نتحدث عن المشروبات الغازية ويبدو بأن المشروبات الغازية تساهم أيضاً بنسبة ليست قليلة في هذا النوع من الأمراض وكثير مننا يتوجه لزيرو الصفر سكر ونظن بأنه جيد ما هو رأي علم التغذية في هذا؟ أبداً الكوكولات زيرو مانا زيرو بالعكس فيها نسبة سكر أعلى من السكر العادي ولكنه بنكها مختلفة مما يسبب لك إدمان عليه بشكل أكبر في عندي مبدأ شو ما كان المنتج؟ أي شي عم تدخله جوه جسمك طالما أعد إن كان هامبورغر أو بيتزا أو دونات أو إلى آخره من الطبخ الغير صحي هو أخذ محل أوميغا ثري أخذ محل حديد وصوديوم وفايتامينز ومنرالز مو معنى أنه أنا حموت بلا بس هو أخذ محل شي مفيد شكراً جزيلاً لك أخصائية التغذية والرعاية التلطيفية أسمى جبري شكراً إليك مشاهدين مستمرون معكم وبعد قليل منطقة البحر الأسود في تركيا تنتج أجود أنواع الشاي من ولاية ريزا نتابع قصة الشاي التركي تحذيرات من هجمات اختراق واسعة النطاق في أوروبا والولايات المتحدة أهلاً بكم مجدداً مشاهدين الكرام يظن كثيرون وأنا كنت واحداً منهم بأن الشاي هو المشروب الأول أو عفواً القهوة أنا كنت واحداً منهم أظن بأن القهوة هي المشروب الأول في تركيا خصوصاً وأن القهوة التركية مشهورة في كثير من دول العالم لكن من يزور تركيا ويأتي سائحاً أو يأتي مقيماً يدرك بأن الشاي هو المشروب الأول على عكس الشائع وهو جزء من عائدات البلاد بفعل الصادرات التي تجاوزت مليون و 450 ألف دولار خلال الشهر الأول من العام الجاري بحسب بيانات من اتحاد مصدري منطقة شرق البحر الأسود الشاي وصل إلى أسواق طبعاً الشاي التركي وصل إلى أسواق 35 دولة خلال يناير من هذا العام ترجمة نانسي قنقر مشاهدين ماذا نعرف عن الشاي التركي وما الذي يجعل من الشاي التركي مخصوصاً وله ميزة تختلف عن بقية أنواع الشاي في العالم نريد أن نتعرف أيضاً على ثقافة الشاي في تركيا وعند ذلك أريد أن أرحب بإيمان العربي التي أعدت لنا مواد حول هذا الموضوع صبع الخير وأهلاً وسهلاً بك إيمان لماذا الشاي في تركيا هو المشروب الأول؟ أسعد الله صباحك محمد أنت وكل من يتبعنا عبر هذه النافذة وأريد فقط أن أوضح أنه المشروب الأول في تركيا وفي العالم أيضاً بعد الماء طبعاً حين تحدثت عن القهوة في البداية استغربت في البداية الجملة قلت كيف يقول أن القهوة هي المشروب الأول ثم بعد ذلك عدت وقلت بأن الشاي هو المشروب الأول عرفت أنك من عشاق القهوة فيما يبدو محمد صحيح أنا من أنصار القهوة ولكن قلت كنت أظن بأن القهوة هي المشروب الأول ولذلك عندما جئت هنا إلى تركيا ككثيرين لأن تعرفين إيمان بأن القهوة التركية دائماً مشهورة وموجودة في عدد من دول العالم ولذلك ظننت بأن هذه الشهرة قائمة على حب الناس وتقديمهم للقهوة هنا في تركيا ولكن وجدت بأن الشاي يتفوق بصورة كبيرة جداً بالفعل الشاي هو المشروب الوطني الأول في تركيا بل وهي تنتج واحد من أجود أنواع الشاي في العالم وربما حين نتحدث عن الشاي في تركيا يجب أن نتحدث عن مدينة ريزة هذه المدينة السحلية التي تطل على البحر الأسود والتي تنتج نصف محصول الشاي في تركيا زميلنا محمد مجدي زار مدينة ريزة خلال موسم الحصاد وأعد لنا تقريراً سيطلعنا من خلاله على كل مراحل منذ حصاد الشاي حتى انتقاله إلى المصانع ثم وضعه في الأكياس ثم يصل إلينا لنشتريه ونتمتع بطعمه نتابع معاً هذا التقرير ثم نعود على ساحل البحر الأسود شمال شرقي تركيا تقع ولاية ريزة التي اشتهرت بزراعة الشاي في البلاد حتى أصبح يصنف شاي ريزة ضمن أجود أنواع الشاي في العالم أصوات مقصات أوراق الشاي تعزف ألحان حكاية جني الثمار العام مع حلول موسم الحصاد يتوافض المزارعون وعائلاتهم للمشاركة في هذه الاحتفالية التي تستمر لثلاثة أشهر في العادة أعيش في إسطنبول لكن بموسم حصاد الشاي آتي إلى هنا برفقة أولادي لتقديم المساعدة لعائلتي في جمع المحصول يأتي العاملون بقطاف أوراق الشاي من المدن المختلفة إلى قراءهم في هذا الوقت من كل عام لتجميعها وإرسالها للمصانع ساعة طويلة يقضيها المزارعون في عملية القطاف التي تبدأ مع ساعات الفجر الأولى ليتم إرسال قطاف اليوم إلى مراكز تجميع تستقبل أوراق الشاي من كافة المزارعين تترك أوراق الشاي في أماكن مخصصة ذات مواصفات تهوية محددة لتشفيف أكبر قدر ممكن من الرطوبة قبل أن تنتقل إلى مصانع الشاي ينتج الدنم الواحد ما يقرب من 800 كيلوغرام من أوراق الشاي وهو ما يكفي لإنتاج 150 كيلوغرام من الشاي بعد مروره بعدة مراحل من عملية التصنيع وعلى ساحل مدينة ريزة حلثوا مصنع شايكور أول مصنع حكومي لإنتاج الشاي بتركيا تم إنشاؤه عام 1927 عربات محملة بأوراق الشاي تصل إلى المصنع لتبدأ مرحلة فرزها بعناية لانتقاء الأجود من بينها تليها عملية تشفيفها وتعريضها للهواء وتقطيعها لأحجام مختلفة والتي تستغرق قرابة سبع ساعات لوصول أوراق الشاي إلى شكلها النهائية ما يجعل الشاي التركية مميزاً هو سقوط الثلوج عليه طوال الشتاء ما يجعل ريه طبيعياً ويجنبه الأمراض والأوبئة بجانب أننا الوحيدون في العالم الذين لا نستخدم أي كيميائيات أو مبيدات حشرية ما يجعله شاياً عضوياً هنا تبدأ مرحلة قياس الجودة حيث يمر فيها المنتج بعدة اختبارات يقوم بها باحثون وكيميائيون متخصصون في التذوق للتأكد من مطابقة المنتج للمقاييس العالمية تأخذ عينات عشوائية من المحصول بشكل مستمر للتأكد من مطابقتها للمواصفات وخلوها من العيوب وفور حصولنا على النتائج نرفع تقارير يومية للمديرية العامة للشاي بعد تقييمنا للمنتج وقياس نسبة الكافيين فيه في العام المنصرم صدرت تركيا نحو أربعة آلاف طن من الشاي إلى أكثر من مئة دولة حول العالم ويتوقع أن ترتفع إلى خمسة آلاف طن نهاية هذا العام تنتج تركيا أنواعا متعددة من أشهر مركات الشاي الأغضر والأسود وحتى الأبيض منها الأغلى سعرا على مستوى العالم والذي يتجاوز سعر الكيلوغرام منه الستمائة دولار أمريكية الشاي المشروب الأول في تركيا وجزء من ثقافتها يتجلى بوضوح في تصميم كوب الشاي المأخوذ من ظهرة اللالي أو التيوليب شعار الدولة العثمانية ويقدر متوسط استهلاك المواطن التركي ما بين ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي يوميا في فصل الصيف فيما تصل إلى عشرة أكواب في فصل الشتاء وفقا لتقرير اللجنة العالمية للشاي تحتل تركيا المرتبة الخامسة عالميا بإنتاج الشاي فيما يصنف الأتراك بأكثر شعوب العالم استهلاكا له وولاية ريزا قبلتهم الأولى للحصول على أجواد أصنافه محمد مجدي تيارتي عربي ريزا إذن كان هذا التقرير من زميلنا محمد مجدي مشكور عليه وهنا أريد أن أسألك محمد ألم ترغب بينك وبين نفسك لو كنت مكان محمد في زيارة لمدينة ريزا وسط هذه الحقول الغناء بالشاي أنا دائما أغبط الزميل محمد مجدي شهدت له مجموعة من التقرير يزور فيها أماكن عديدة بين الشاي والعصل ولكن إيمان أريد أن أعود إلى الحديث عن الشاي وتجربة شخصية هنا في تركيا أنا كما ذكرتي وكما أفشيتي بأنني من أنصار القهوة ولذلك عندما أبدأ البرنامج دائما أتناول القهوة ولكن عندما جئت إلى إسطنبول من ثلاث سنوات ونيف تقريبا تعرفت على الشاي لأول مرة بدون سكر وتعرفت على طعم الشاي لأنه لا يمكن أن يفر زائر لإسطنبول من شرب الشاي بكل تأكيد وهذا الشاي له مميزات عديدة أنت كنت تحدثت عن مميزات الشاي التركي يكفينا القول بأن هذا الشاي من أجوة أنواع الشاي لعدة أسباب أولها بأنه يزرع في مناطق عالية مرتفعة عن سطح البحر ألف متر وتسقى بمياه طبيعية مئة بالمئة هذه المياه تأتي من الثلوج التي تذوب خلال موسم الربيع والصيف وتمضي إلى الحقول لتسقي هذه المزارع بنسبة مياه صافية مئة بالمئة كذلك محمد أريد أن أضيف بأن المزارعين لا يستخدمون أي مواد كيموية على الإطلاق في زراعة الشاي في تركيا ولا المبيدات ولا غيرها إذن هو شاي طبيعي بنسبة مئة بالمئة وهنا أردت أن أستعرض لما أرغب في تقديم هذه الفقرة دون أن أطلعك على هذا الكأس من الشاي وأطلع مشاهدين على شكل الكأس المميز في تركيا للشاي هذا هو الكأس بهذه الإنحناءات فيه والتي ترمز إلى زهرة اللالة التركية هذه الزهرة الشهيرة ويوجد أيضاً مع كل كأس من الشاي هذا الصحن الصغير وهو باللونين الأبيض والأحمر وهو طبعاً العلم التركي الأحمر والأبيض وأيضاً بعض النقوش التي تشبه إلى حد كبير جداً النقوش العثمانية محمد بالتأكيد تعرف بأن كأس الشاي في تركيا إذا قدم إليك هو دليل على عربون صداقة وودوى محبة بالتالي إذا قدم لكم مشاهدين كأس من الشاي في تركيا لا ترفضوه لأنكم إذا رفضتموه وكأنكم تقولون لمن يريد أن يصبح صديقاً لكم نحن الآن نريد هذه الصداقة وهو طبعاً شيء سيء للغاية ولكن محمد يعني الشاي له قيمة كبيرة جداً في تركيا نحن نزلنا إلى الشارع وأردنا أن نسأل الناس عن سر هذا الحب وعن ثقافة الشاي في تركيا بشكل نعام وكانت إجاباتهم كالتالي الشاي مشروب ساخن كويس زاكي لذيذ يعني أنا مش مغرم كتير شاي بس لما باجع تركيا بشرب لي كاسك أستين لأنه معروف كتير بتركيا أنه بحب الشاي الشاي شيء جميل إنه يزيل التوتر ومتصل حراته من أجسامنا ويعطينا شعوراً بالاسترخاء أنا بالنسبة لي ما أحبش الشاي بحب أشرب القهوة مش مغرم يعني الشاي ما بحبش أشرب شاي يعني الشاي بالنسبة لي أهم من الطعام قد أنسى الطعام ولكن لا يمكن أن أنسى الشاي خصوصاً إذا كنت وحيداً أحب إعداد الشاي وشربه أفضل المشروبات الباردة على الشاي ولكن لا بأس بكوب من الشاي أثناء الإفطار مثلاً الشاي هو عبارة عن بالنسبة إلينا في البلد عنا مش هو مش في تركيا وعبارة عن مشروب شعبي الشاي مشروب رائع جداً أحبه مع الإفطار أنا من منطقة البحر الأسود لذلك أحب الشاي كثيراً الشاي هو العنصر الأهم في حياتنا ونحن كمدرسين نشربه كثيراً في غرفة المعلمين لنخفف به التوتر إذن ثقافة الشاي تختلف من بلد إلى آخر وهنا محمد أريد أن أعطي معلومة صغيرة أنا تعرفت عليها خلال فترة قريبة جداً يمكن من يومين أو من ثلاثة أيام مع إحدى صديقاتي التركيات تفاجأت بهذه المعلومة نحن نقول الشيء حين يبيت ليلة كاملة يصبح بائت يعني نتحدث عن يوم وليلة ولكن عند الأتراك شيء يسمونه البايات تشاي أو بايات تشاي تحديداً فاستغربت وقلت لها ما معنى بايات تشاي قالت لي لا تشربي هذا بايات تشاي البايات تشاي هو الشاي الذي مضى على إعداده أكثر من ساعة ونصف أو ساعتين على أقصى تقدير بالنسبة للأتراك هنا الشاي الذي يمضي على إعداده أكثر من ساعة ونصف أو ساعتين يصبح بيات شاي أي يفسد طعمه ولا يعد قابلاً للاستهلاك وعندنا في عالمنا العربي لا أعرف إن كنتم في فلسطين مثلنا أم لا ولكن غالباً نحن ممكن أن نعد الشاي مثلاً في الصباح ونبقى نسخنه ونترشفه حتى آخر المساء لا يوجد مشكلة أبداً في ذلك ولكن عند الأتراك للشاي طقوس خاصة ما رأيكم محمد؟ والله هو الأمر ذاته لدينا في فلسطين إيمان وبالمناسبة كما ذكرت فإن كثرة الاستهلاك للشاي هنا في تركيا إنما هي السبب الأساسي الذي يجعل من تأخير الشاي ساعة أو ساعتين يسمى شاياً بائتاً وأنا كنت أعتقد بأن الشاي ربما إذا خمر أصبح طعمه أجود ولكن يبدو أن المسألة مختلفة هنا إيمان بالعكس تماماً بالطبع الموضوع مختلف هنا يحبون الشاي الطازج يعني مباشرة من الإبريق إلى الكأس وبعد ذلك يقومون بإعداد شاي آخر جديد طوال اليوم وتعرف طريقة إعداد الشاي التركي إبريق أول يكون فيها الماء المغلي ثم الإبريق الثاني يكون فيها الشاي المخمر ولكن محمد هنا أيضاً أردنا أن نستفسر عن كم يمكن أن يشرب الفرد من كأس من الشاي في اليوم الواحد سأسألك هذا السؤال ولكن بعد أن نتابع معنا هذا لا يستطلع موسيقى ممكن أشرب مثلاً بالأخص في تركيا تقريباً ست كسات سبع كسات الشاي أكل شيء 20 إلى 30 كوب شاي باليوم بالأسبوع مرة إذا صدفت يعني بس أما أنه أشرب شاي لا ما بحبه أشرب عادة كأساً أو كأسين فقط من الشاي يومياً أشرب يومياً بين عشرة أكواب واثنى عشر على الأقل خمسة ممكن أشرب واحد تنين بس في اليوم أشرب يومياً أربع كؤوس أو خمسة من الشاي أشرب تقريباً من تسع كؤوس إلى عشر من الشاي يومياً وحين أكون مع أصدقائي يمكن أن أشرب أكثر من ذلك برمضان أكثر الشاي نشرب برمضان لا أعرف كم أشرب يومياً لكني أحياناً أشرب إبريقاً كاملاً عادة نشرب الشاي بعد الغداء هي فترة بين العصر والمغرب تقريباً أشرب الشاي في الإفطار والغداء ومساء إذا كان عندنا ضيوف كأس وعشر وعشرين وأحدهم قال ثلاثين وإحدهم قالت إبريقاً كاملاً لا أدري ما تعليقك محمد إيمان يعني أنا كما قلت لك مسبقاً لست نصيراً كبيراً للشاي وإن كانت أمي تحب الشاي بكثرة وهنا أريد أن أوجه لها تحية في غزة بهذه المناسبة لأنها من هوات ومحبي الشاي ربما أكثر من الأتراك أنفسهم على كل حال إيمان ولكن لا أعتقد أن الموضوع يمكن أن يصل إلى إبريق كامل من الشاي ليس كذلك يختلف طبعاً من شخص إلى آخر وفي نهاية الأمر إيمان هنا الشاي هو يقدم إكراماً في كل مناسبة في تركيا وبسيط الوصول إليه وسهل إعداده كما أشرت قبل قليل على كل حال إيمان ربما أريد أن أشكرك عند هذه النقطة شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات وهذه النافذة التي قدمت لنا من خلالها معلومات وافية عن الشاي وثقافة الشاي التركي وإلى التكنولوجيا مشاهدين الكرام حيث حذرت هيئة التحقيقات الأمريكية FBI و هيئة الأمن السيبراني من هجمات اختراق واسعة عن نطاق تستهدف شركات كبرى في الولايات المتحدة وأوروبا من خلال فيروس الفدية وذكرت تقارير تناقلتها مواقع متخصصة في التكنولوجيا وأمن المعلومات أن السلطات الأمريكية رصدت مجموعة مخترقين تدعى زيبلين المعروفة بأنها أشهر مجموعة تستخدم أسلوب زرع بايروس الفدية وهي تجمع بيانات عن التخزين السحابي والنسخ الاحتياطي لمؤسسات صحية وتعليمية ومصارف وشركات في الولايات المتحدة تمهيدا لشن الهجمات نصحت هيئة الأمن السيبراني بتوخي الحذر وحماية البيانات الحساسة للشركات والمؤسسات مع تشديد الحماية على البيانات المخزنة سحابيا أو على الأجهزة الفعلية الداخلية مشاهدين عمليات الاختراق وزرع فيروس طلب الفدية على الحواسيب أصبحت الوسيلة المفضلة لكبرى عصابات الاختراق في العالم ما هو هذا الفيروس؟ كيف يعمل؟ نتابع إذن هي برمجيات خبيثة يتم زرعها في حواسيب الضحايا من خلال اختراقهم وإرسالها عن بعد وتقوم بدورها بتشفير معقد لجميع البيانات على القرص الصلب وتوقف الحواسيب تماما عن العمل وبالتالي طلب فدية من الضحايا مقابل فك التشفير والوصول مرة أخرى إلى بياناتهم يضطر الآلاف من الضحايا إلى دفع مبالغ الفدية المطلوبة من أجل استعادة بياناتهم المخزنة على الحواسيب وتجنيب خطر فقدها وبالتالي توسعت عمليات الاختراق وزرع فيروس الفدية في السنوات الأخيرة رغم حقيقة أنها أصبحت عملية معقدة بفضل التحديثات الأمنية الدورية لنفهم كيف يمكن أن نحمي أنفسنا وبياناتنا من هذا النوع من الفيروسات ونتعرف على ألية عملي نرحب معنا هنا في الأستوديو بالباحث في الأمن السيبراني المهندس أسامة صيام أهلا وسهلا بك باش مهندس إذن حديث عن هذا الفيروس منذ مدة واليوم يكثر والتحذيرات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ما هي الآلية التي يعتمد عليها هؤلاء المخترقون في الوصول إلى البيانات عبر هذا الفيروس بداية صباح الخير لك أولي المشاهدين الكرام يعني فيروس الفدية هو أحد أنواع الفيروسات أو البرمجات الضرة الخبيثة يوجد أنواع كثيرة أحد هذا الأنواع هو فيروس الفدية وفيروس الفدية هو باختصال فيروس يصبح الأجهزة والملفات ويحضر الوصول إليها عن طريق تشفيرها تشفير الأنظمة أو تشفير الملفات فيحضر ويمنع وصول المعنيين إلى هذه الملفات ويطالب أو يبتزهم بفدية مالية مقابل فك تشفير هذه البيانات وبهذا الأمر هو يسبب الكثير من الأضرار المادية والغير مادية أيضا بحيث أن الفدية نفسها تكون مبالغ طائلة وأحيانا الأضرار التي تسبب بها أضرار المادية للشركات و لسمعتها أو حتى للمصالح العامة للناس إذا استهدت في المستشفيات أو بنوك أو شركات طيران أو غيرها تكون لها أضرار كبيرة جدا وأيضا هي تستخدم في بعض الأحيان كورقة سياسية في الحروب أو في غيرها خصوصا إذا استهدفت منشآت البنية التحتية للتخريب أو لتعطي المصالح الناس وأنا أقرأ وأبحث عن هذا الفيروس لأفهم كيف يعمل وجدت اسم RDP أو ما يسمى ب Remote Desktop Protocol ربما يبدو شيئا متخصصا نوعا ما ولكن ما فهمته أنه برنامج موجود على كل الأجهزة من مايكروسوفت نفسها وهو برنامج موجود في أغلب الويندوزات المختلفة أو البرمجيات المختلفة استخدام سطح المكتب عن بعد كنافذة يخترق من خلالها هؤلاء البيانات ما الذي ينبغي أن يفعله الأفراد على الأقل لأن المؤسسات الكبيرة تعرف ماذا تفعل الأفراد ماذا ينبغي أن يفعلوا لحماية أنفسهم من هذه الثغلة هو الموضوع كالتالي طريقة إصابة أو دخول هذا الفيروس أو الفيروسات بشكل عام إلى الأجهزة والأنظمة بطريقتين أساسيتين وهي الطريقتين أساسيتين لكافة الإصابة بالاختراقات أو الفيروسات الطريقة الأولى هي الثغرات في برمجيات وأنظمة مستخدمة مثل الذي ذكرته RDP برمجية مستخدمة أو برمجات أخرى سواء في الفيروول أو في غيرها لبرمجيات مستخدمة ولكن يظهر فيها بعض الثغرات فإذا كانت هذه الثغرات لم تردم وبقت مفتوحة فيمكن من خلالها الدخول إلى النظام وغرس هذا الفيروس طبعا في هذا الموضوع الطريقة المثلة للحماية من هذا هو تحديث الأمن المستمر لهذه الأنظمة والبرمجيات المستخدمة والحذر من الاقتصاعد لإستخدام البرمجيات الموثقة والمعروفة واستمرارية تطويرها وتحديثها للتحديثات الأمنية الطريقة الأخرى أو الباب الأخرى الذي تدخل منه هذه الفيروسات هو الهندسة الاجتماعية أو حالات التصيد أو ما تسميها الفيشينج وهي منتشرة إرسال لينك بمعنى إرسال ملفات أو لينك أو غيره مثلا مجموعة زيبلين التي ذكرت في التقرير مشهور عنها أن تستخدم إرسال ملف فورد إلى الضحايا أو إلى الأنظمة أو إلى الشركات وهذا الملف مغروس أو مدمج فيه الفيروس فبمرد فتحه أو تنزيله داخل الملف داخل الملف ملف فورد يوجد فيه خاصية سوما ماكرو عن طريقها إدخال برمجية معينة داخل هذا الملف فتكون بخبيثة فهو يعتبر كمدخل إلى هذه الأنظمة أو إلى هذه الحواسيب وطريقة الحماية الأمثل من هذا الجانب أو الهندسة الاجتماعية أو الفيشينج أو التصيد هو الوعي الاجتماعي لأن هذه الطريقة تستهدف الحلقة الأضعف دائما دائما ما تأتي هذه الإيميليات على شكل مبالغ مالية وهدايا وشيء من التغيير وهذا تسمى هندسة اجتماعية لأنها تستهدف الوعي الاجتماعي الوعي الاجتماعي والعامل النفسي لدى الإنسان في سؤال أخير وباختصار لو سمحت أن الوقت يداهمنا في حالة الإصابة بهذا الفيروس للجهاز كيف يتم التعامل؟ هل هناك طريقة للتخلص منه أم أن كما يقال الفاس وقعت في الراس؟ هي ممكن نقول الفاس فقط في الرأس فعلا إلا لو كانت هذه المنظومة أو الشركة أو الشخص أو الضحية لهذا الموضوع عنده نسخة احتياطية مفصولة بشكل كامل عن المكان أو النظام الذي تم اختراقه ولهذا هم هذه المجموعات بعض المجموعات المتطورة تبحث قبل ضرب أو قبل استهداف النظام بفيروس فيديا تبحث بشكل عام وتستغرق أسابيع في العمل والبحث والتخطيط أو مابينج لكل النظام حتى تبحث إذا كان هناك يوجد نسخ احتياطية موجودة ممكن عن طريقها استعادة النظام لكن المشكلة تبقى إذا وصل إلى البيانات يحاول أن تبقى الأبواب كلها حتى تدفع الفيديا على كل حال إذا وصل إلى البيانات فالكارثة ستكون كبيرة حينها خصوصا فيما يتعلق بالخصوصية أريد أن أشكرك شكرا جزيلا المهندس أسامة أصيام الباحث في الأمن السيبراني شكرا جزيلا مستمرون معكم مشاهدين وتتابعون بعد قليل لقاء خاص مع المستشارة الإعلامية في جائزة حمد للترجمة والتفاهم الدكتورة حنان الفياض ومعنا أيضا في مهرجان قرطاج فنان تونسي يقدم فن حديثا يدمج بين الغناء الأوبيرالي والموسيقى الإلكترونية مشاهدين الكرام ليس غريبا أن نستضيف ضيفنا الخاص لهذه الفقرة من على ضفاف البسفور حيث اجتماع قارتين يوحي بكل هذا الجمال المتمثل هنا وتحديدا هذا موضوعنا ولكن بصورة مختلفة فالترجمة أيضا تجمع الثقافات وتبعث الجمال اسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا هنا في إسطنبول وضيفتنا في برنامج ييني صباح الدكتورة حنان فياض المستشارة الإعلامية لجائزة الشيخ حمد للترجمة الجائزة الدولية وكذلك هي عضو هيئة التدريس في جامعة قطر أهلا وسهلا بك دكتورة في إسطنبول وفي برنامج ييني صباح وجودك في إسطنبول مرتبط بشكل أساسي بجائزة حمد لهذه الدورة الجائزة المتخصصة بترجمة الأعمال العالمية وتحديدا أنكم عدتم مرة أخرى إلى اللغة التركية باعتبارها لغة ثانية للجائزة لو حدثتنا قليلا كافتتاح لهذه الفقرة عن الأنشطة التي قمت بها هنا في تركيا لترويج الجائزة والتعريف بالمواد التي تخدمها في البداية شكرا جزيلا لك على هذه المقدمة وعلى هذا الوقت الذي خصصتمه للحديث عن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي نعم حضرنا إلى إسطنبول من أجل التعريف بالجائزة زرنا جامعة إسطنبول والتقينا عدد من أعضاء هيئة التدريس ومن الطلبة المتخصصين في مجال الترجمة وزرنا مركز الفرابي للدراسات زرنا أيضا كلية الأدام هذا كان في اليوم الأول وزرت في اليوم الثاني جامعة 29 مايو كذلك التقيت بأعضاء هيئة التدريس ومن المتخصصين في مجال الترجمة وكذلك بالطلبة الذين يدرسون في قسم اللغة العربية واليوم أزوركم هنا في قناتكم المميزة للحديث أيضا عن الجائزة فهذا طبعا باختصار عدد من الأنشطة التي قمنا بها هنا في إسطنبول عام 2015 تقرر انطلاق جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي كمبادرة قطرية للتقريب بين الشعوب واللغات لو عرفتنا دكتورة عن أطروف التي ولدت فيها هذه الجائزة ضمن أي سياق ثقافي؟ الجائزة تأسست في الدوحة في عام 2015 لها مجلس أمناء ولها لجنة تسير ولها لجان تحكيم مستقلة طبعا أنتم تعرفون اليوم حدة الصراعات التي يعاني منها العالم فكان لابد من التفكير في وسيلة لنشر ثقافة السلام وتمتين أواصر الصداقة بين الشعوب فكانت الترجمة هي أحد الحلول المقترحة لألحد من التوتر الإنساني الذي يسود في العالم في هذا الوقت وتهدف الجائزة إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم فيما يقومون به من عمل الترجمة الشاق أيضا تشجيع التميز والإبداع رفع مستويات الترجمة والتعريب على أسس الجودة والدقة العلمية والفكرية كذلك إغناء المكتبة العربية بالثقافات الأخرى وإغناء المكتبات الأخرى بالثقافة العربية وتشجيع المثقفة الناضجة بين اللغات الجائزة تقدم عدة أفرع منها اللغة الأولى الثابتة وهي من الإنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى إنجليزية ونالك اللغة الثانية وفي هذا الموسم في هذه النسخة اخترتم اللغة التركية عودا على عام 2015 لو حدثتنا دكتور عن الآليات التي يتم من خلالها اختيار اللغة الثانية وما هي المواضيع التي تستهدفها جائزة حمد للترجمة وتفاهم الدولة طبعا بالنسبة لاختيار اللغة الثانية إلى جانب اللغة الإنجليزية نريد فقط أن نتعرف على حتى أتحدث عن الآلية مهم أن أشرح الفئات الجائزة عندنا الفئة الأولى وهي فئة الكتب المفردة وفي ضمن هذه الفئة تقع اللغة التركية إلى جانب اللغة الإنجليزية ويقصد بها تقديم كتاب مترجم وعندنا فئة الإنجاز فئة الإنجاز جائزة تقدم لمن قدم اسهامًا متميزًا في مجال الترجمة مؤسسات أو أفراد نعم على مدى فترات زمنية طويلة وعندنا فئة إنجاز لللغتين الرئيسيتين ونعني بهم في هذا العام الإنجليزية الترجمة من العربية الإنجليزية والترجمة من العربية إلى التركية والعكس أي أن اللغة التركية تقع ضمن الفئتين الآليات اختيار اللغة فيما يتعلق بالفئة الأولى ننظر إلى حركة الترجمة في الخمس سنوات الأخيرة إذا كانت حركة الترجمة في الخمس سنوات الأخيرة نشطة فهذا يشجع على اعتماد هذه اللغة وهذا حدث مع اللغة التركية فئة الإنجاز الأمر يختلف قليلا ننظر نعم في نشاط حركة الترجمة ولكن لأن فئة الإنجاز تتحرر من شرط الزمن ولكن ننظر في حركة الترجمة إذا كانت حركة جيدة وتحتاج إلى تعزيز وتشجيع نعتمدها وكذلك نتحرك في بعض الأحيان وفي بعض الحالات في المناطق الجغرافية التي تكون الحركة فيها ضعيفة نوعا ما والهدف هنا من أجل تحريك حركة الترجمة وتشجيع المترجمين على أن يتحفزوا للترجمة هناك جوائز أدبية كثيرة في العالم وحتى في الوطن العربي تحديدا فيما يتعلق بالترجمة ما الذي يجعل جائزة قطر في هذا الجانب جائزة الشيخ حمد مميزة بماذا تختلف عن بقية الجوائز ما الذي يجعل لها أثر خاص وبصمة خاصة في هذا القطاع نعم جائزة الشيخ حمد تختلف في منهجها عن الجوائز الأخرى في مجال الترجمة وذلك لأن الجائزة تعتمد فكرة التنويع والتغيير والتداول بين اللغات ولا نعتمد فقط لغة واحدة صحيح نعم أن الترجمة من العربية للإنجليزية والعكس هذا ثابت بحكم الحركة الثقافية الكبيرة بين اللغتين ولكن أيضا نعتمد لغات أخرى تتنوع وتتغير في كل عام فالذي يميز جائزة الشيخ حمد وهذا التنويع والتغيير والتداول بين اللغات أي منهج الجائزة وفكرة الجائزة وأيضا ما يميز الجائزة أن الذي يتقدم للجائزة ليس الأفراد فقط أيضا الجائزة تشجع المؤسسات على الترشح للجائزة إضافة إلى ذلك تشجع الجائزة الترجمة من العربية وإليها وليس فقط إلى العربية فهذا أيضا يعتبر خاصية وميزة تختص بها جائزة الشيخ حمد إذا أردنا أن نلقي نظرة على الكتب الفائزة في السنوات الماضية في جائزة الشيخ حمد وبعد هذه السنوات منذ 2015 واليوم لديكم مكتبة من هذه الكتب والعناوين لو عرفتنا قليلا عن المجالات والأسماء والعناوين التي تصدرت خلال هذه السنوات العناوين كثيرة جدا من الصعب جدا أن أحفظ هذه العناوين لكن منها مثلا ترجم كتاب عبد القاهر الجرجاني وفازة المترجم في أحد المواسم ألف ليلة وليلة وكتب كثيرة ولكن أنت سألت منذ قليل عن موضوع مهم جدا وهو موضوع المجال الذي تختص به الجائزة هو المجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية فلذلك ستجد في الأعمال الفائزة كتب متعددة الموضوعات سواء كانت دينية أو تاريخية أو أدبية من روايات أو شعر أو غير ذلك فكلها تندرج في ضمن الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ماذا بشأن الآليات؟ يعني الجوائز دائما البعض ينتقدها يعني يبحث عن الآليات التي تستخدمها هذه الجوائز لتقديم شخص وتأخير آخر أو تقديم عنوان وتأخير آخر ما آليات جائزة الشيخ حمد للترجمة؟ هل هناك آليات أكاديمية أم أن الموضوع مرتبط بشكل أساسي بالعنوان الثقافي؟ هو حضرتك تقصد آليات التحكيم؟ نعم إذا كنت تسأل عن آليات التحكيم فالمحكمون هم من أساتذة الجامعة المختصين في مجال الترجمة لجان التحكيم لجان سرية وتتغير في كل عام وفقا لتغير اللغات تدخل طبعا الأعمال في مراحل منها المرحلة القانونية ثم بعد ذلك تتحول الأعمال إلى التحكيم وتدخل أيضا وتأخذ أرقام معينة ثم بعد ذلك ينظر في هذه الأرقام ثم تعرض النتائج على مجلس الأمناء فهذه آليات هؤلاء هم الذين يحكمون قلت لك من أساتذة الجامعات وهذه آليات التحكيم طيب ماذا بشأن الآليات المتبعة في اختيار اللغات المستهدفة والمنطقة المستهدفة تحددت عن تحفيز حركة الترجمة إلى لغة معينة ولكن هذا على صعيد ربما الأفراد ماذا بشأن المؤسسات ماذا بشأن العلاقة بين الجائزة والمؤسسات هل الجائزة تبني لها حضورا داخل المؤسسات الأكاديمية بحيث يكون لها أثر مستقبلي أنت اليوم موجودة هنا في تركيا واللغة التركية لغة ثانية كما اختارت الجائزة هل هذا يلقي بأثر بعيد المدى في العلاقة بين الجائزة والمؤسسات التي تتحدث اللغة المختار الجائزة تكرم الأفراد والمؤسسات وكثير من المؤسسات فازت في الجائزة في مواسم سابقة على مستوى المؤسسات وليس على مستوى الأفراد يعني أيضا من حضرتك سألت عن نقطة كيف نختار اللغات فهناك اعتباران الاعتبار الأول منطقة جغرافية فيها حركة نشطة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات ويستحق المترجم أو تستحق هذه الحركة النشطة التقدير والتثمين فحضور الجائزة يكون مهم في هذه المنطقة ومنطقة أخرى تكون حركة فيها ضعيفة وتحتاج إلى تنشيط وهنا أيضا تحضر الجائزة في هذه المنطقة من أجل أن تحرك هذا المجال الترجمة من أجل أن تدعم المؤسسات بعض المؤسسات تحتاج إلى دعم حتى تستمر في الإنتاج الترجمي ماذا بشأن الشروط؟ شروط التقدم أو الترشح والترشيح كما نقول أولا أن تكون الأعمال المقدمة في مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ثانيا أن تكون الأعمال المترجم على قيد الحياة أيضا من الشروط في الفئة الرئيسة أن تكون الأعمال منشورة ومطبوعة خلال السنوات الخمس الأخيرة من ساريخ إعلان الترشح والترشيح نعم في الفئة الأولى أما في فئة الإنجاز فلا تخضع فئة الإنجاز لهذا الشرط الزمني لأنها كما ذكرت لك تمنح لمجموعة أعمال قدمت إسهاما متميزا في مجال الترجم على مدى فترات زمنية طويلة أيضا أن تكون الأعمال المقدمة لا تحمل أي آراء عنصرية أو مسيئة من الشروط أيضا المهمة أن كل مترجم يحق لها أن يترشح بكتاب واحد هذه في الفئة الأولى طبعا والمؤسسات يمكنها أن ترشح ثلاثة مترجمين مختلفين الكتب التي تقدمها جائزة الشيخ حمد هي كتب مطبوعة وموجودة في المكتبات المختلفة هل تقدم شيئا للكتاب على الصعيد المستقبلي بحيث أن الكاتب الذي فاز بالجائزة إذا كان لديه مشروع ترجمة مستقبلي أم أنها تتوقف عند الجائزة المالية المباشرة الجائزة تقدم للمترجم وليس للمؤلف يعني هذه جزئية نريد أن نؤكد عليها الجائزة للمترجم وليس للمؤلف والجائزة يتوقف دورها على تقدير المترجم يعني الذي قدم المترجم وتثمين دوره بهذه المكافأة المالية ولكن ليس هناك مشاريع مستقبلية مع المترجم لا توجد مشاريع مستقبلية بمعنى مشاريع لها نظام معين أو أسم معين ولكن نحن نتواصل دائما مع المترجمين وهم يكونون دائما معنا في ندواتنا في مثلا الأفكار التي نحاول أن نطرحها بين حين وآخر فيما يتعلق بالترجمة عراق معوقات الترجمة إيجاد حلول في صعوبات الترجمة في بعض المجالات هم دائما يتشاركون معنا يعني على مدى الزمن إذا احتجنا لمثل هذه الاستشارات أو لهذه الآراء أو لطرح أوراق علمية مثلا في بعض الندوات أو في بعض اللقاءات العلمية في هذه الدورة كيف يبدو الإقبال مقارنة مع السنوات الماضية؟ ما هي العنوين التي تأتي تحديدا في اللغة التركية؟ التركيز على الرواية أكثر على العلوم الاجتماعية العلوم الإنسانية العلوم الفكرية؟ أين تدور الحركة حاليا دكتور؟ دائما نقص تفاعل المترجمين من خلال عدة نقاط النقطة الأولى حجم التفاعل من خلال موقع الجائزة كمية الاستفسارات، نوعية الاستفسارات أيضا هذه طريقة أيضا من خلال الاتصال الهاتفي الذي يتم بين المترجمين وبين اللجنة المختصة للإجابة عن استفساراتهم في الجائزة أيضا حجم هذه الاتصالات تشير إلى مدى التفاعل المترجمين واهتمامهم بالجائزة أيضا حساباتنا على السوشال ميديا ومدى تفاعل المترجمين عبر هذه الحسابات من خلال الأسئلة والاستفسارات التي تصلنا أيضا من خلال ندواتنا التي نقيمها من أجل الالتقاء بالمترجمين والتحدث إليهم فيما يتعلق بموضوع الجائزة كل هذه الخطوات أو كل هذه الطرق نحن من خلالها نقيس مدى التفاعل من المترجمين ومنهم إلينا أو معنا إضافة إلى ذلك هناك جزئية مهمة نحن هذا العام نطرح اللغة التركية واللغة التركية تتميز بحجم ترجمة كبير جدا بين الثقافة التركية وبين الثقافة العربية فهذا أيضا له دورة في الحكم على التفاعل بين المترجمين وبين الجائزة لأن عدد الترجمة كبير جدا فبالتالي عدد المترجمين كبير فطبيعي أن تكون الأسئلة والاستفسارات كثيرة جدا في هذا المجال نتمنى لكم التوفيق في هذه الدورة شأن الدورات السابقة دكتورة وأجدد الترحيب بك في إسطنبول هنا وعبر شاشات قناة TRT ربما بعد إعلان الجائزة تكون أيضا ضيفتنا ونتحدث أكثر عن العنوين المختارة شكر جزيل لك دكتورة المستشارة الإعلامية لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي وكذلك عضو الأسرة التعليمية في جامعة قطر ومن الترجمة إلى الموسيقى الكلاسيكية وما تنتجه الألة الإلكترونية من أصوات هناك حيث المزج بينهما تكمن فيه تجربة فريدة لفنان تونسي آثر المزج بين التقليدي والحديث ليكون له قاعدة واسعة من المعجبين بفنه في مهرجان قرطاج الدولي هذا العام يشارك الفنان التونسي حسان أدوس بالمزج بين غنائه الأوبيرالي والموسيقى الإلكترونية يحدثنا أدوس عن تجربته في تقرير لمراسلتنا رحمة السياري نتابع الحكاية بدأت من عمري 17 سنة كانت عندي صديقة لي كنا نقراه مبعضنا ويخي نهار من نهارات مدتلي كاسيت قفاها متاليكا قلت لي حسين اسمحهم يخي سمعتهم تغرمة برشا بالروك ودونك قلت يجب أن يخذني الناحة 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 ونحن نتعلم هو أحد الفنانين الشباب المنفردين في تجربتهم الموسيقية جذب اهتمام الجمهور التونسي في مدة وجيزة عبر التألق في تأدية فن الأوبيرا ضمن عروض جعلت منه ضيفا مرغوبا فيه بالمهرجانات الصيفية من بينها مهرجان قرطاج الدولي حبيت نقولك اللي أنا بديت الموسيقى بالتحدي من اللول التحدي بدي معايا من اللي بديت وبديت جيتاريست ما عنديش التقاليد متاع نغني متاع نغني غيناه في الدار نحش مبرشة ما نغنيش فالجيتار قيتها وسيلة بتعبير موسيقي في عوض الغني كنت صادق مع روحي قبل ما كنت صادق مع الناس خطرت يمكن أصعب أثنية روح موسيقية سيخطو في تونس ما عنيش لو بيغاب الكل ما فميش يصنفوها ساعات بالعيات تلمو ما هيش مفوما ما عنيش في التقاليد متاعنا ما نظلمش ناس كلي كفا مع بيت الضوق أكيد فقلت عجبتني قلت هذي حاجة راقية وحاجة مزيانة وحاجة فيها فيها بعد عالمي نجم أنا نغنيه ونتميز به كتونسي الحاجة الثانية لي أنا تونسي برشي نحب برشي بلدي ياسر يعني نموت على بلدي فكملت قرأتي في المعاد العالم الموسيقى في ألمانيا في منشن قلت ما نحبش نولي ألمانيا ما نحبش نولي نغني أغاني لأخرين نحب نقعد تونسي ونغني أغانيه أنا بالتونسي بالعربي فنان يجمع قادر على الغناء الأوبيرالي هو كصوت تينور وفي نفس الوقت قادر على الغناء في المدرسة العربية بصفات العامة وفي هذه العرضة تجربة جديدة هو مزج الموسيقى اللي فيها نفس سامفوني مع الموسيقى الإلكترونية وهو فنان شاب وانت تعرف شبان يغامروا ما يعملوش الأشياء العادية ونعطيهم الفرصة ونفتحولهم المجال أنا قضيتي هي الأرض سعى هي الطبيعة أول حاجة أنا ضد العنف ضد الحروبات ضد القتل ضد قتل الصغار ضد الظلم المسلحون فريدون بالنوع اللي لم يعد من جمهور التونسي من قبل الدرسة ارتكز على الجمع بين الكوريغرافيا والغناء والتغني بالشكل الواعي ومعاني الحرص والسلام والتسامحي بين الأديان وتفاعل الخقافات والحضارات أحلامي عملت الواحد بالمئة منهم والله عملت الواحد بالمئة أحلامي كبيرة برشا ساعات تلعب ضدك خاطر تلمو عندك أحلام وتلقي روحك في كل أم بوخصون ذيك تتخلق لكن دي ما نقول الحمدولله كمام عمل حاجات بها أن تسمى بعد التحديات أدوكم الكل واخترت أثنية سعيبة أنا فأحمد الله دي كله بمحبة الناس أحلامي كمام عمل حاجات بها أن تسمى مهرجان القرطاج الدولي من بين مهرجانات عديدة فتحت أبوابها لطاقاته الموسيقية المتعددة وأسلوبه الفني غير المعهود يأخذ حسين الدوس فنان الأوبرا الشاب جمهوره في كل عرض إلى موراء خيالهم الأوبرا بالجتار الكهربائي بدعة أبداع هذا السؤال نجيب عنه ونرحب بضيفنا من تونس عبر الأقمار الصناعية الناقد الفني والباحث في المجال الموسيقي الدكتور سفيان العرفاوي أهلاً وسهلاً بك دكتور إذن هل هي بدعة أم إبداع أن يمزج الموسيقي بين الآلة الكهربائية كالجتار على سبيل المثال والأوبرا التي دائماً كنا نشاهدها بدون موسيقى خلفية كانت تكتفي بذاتها شكراً على هذه الاستضافة هي ليست بدعة ولا إبداع ولكن هي محاولة أن يكون وفية للفن الفن بالأساس مغامرة روح للتحدي ألتقت بعض الكلمات للإجابة عن هذا السؤال من خلال الاستجواب التي قمت به لحسن الدوس هو محب لتونس ولكن دارس في ألمانيا هو متحد هو عازف للجتار ولكن متكون على المجال الموسيقي هو شبهته بل كالعصفول الأحمر على ركح مهرجان قرطاج في عرضه كانت هناك روح المغامرة التي على الفناني أن يتسم بها الفنان هو مشروع لا يعتمد بالأساس على التخدير الموضعي بالاشترار وبالتكرار بالاستناد إلى دغدغة الذاكرة ولكن الفنان بالأساس هو محاولة البحث عن أثاق جديدة هذه مغامرة بالأساس لأن الجمهور هناك قاعدة تقول أن الإنسان عدو ما يجهله فبالتالي عندما يغامل الفنان بتقديم مادة فنية غير متعود عليها السماع وخاصة الذاكرة فهي تحدي كبير ومغامرة كبيرة حسن الدوس أعتقد أنه فنان يليق به أن يكون على مصرح قرطاج ويليق به أيضا أن يكون فنانا عالميا باعتبار هذه الروح المغامرة باعتبار هذا التكوين الأكاديمي الصلب والمتكون باعتبار هذه التوليفة الجميلة بين الموسيقى الغربية هو لم ينس أنه متكون أوبيراليا فبالتالي استحب معه فادي بن عثمان وهو مايستروم مهم جدا في الموسيقى الغربية وهو قائد أوركستر غربي مهم وأيضا استحب معه آلة الجيتار الإلكترونية فبالتالي كان العرض متمازجا متناغما يشبه حسين الدوس وحركيته طيب المزج بين نوعين من الإبداع الغربي الأوبيرا والجيتار الكهربائي بالنهاية كلاهما جاء من الغرب وأنت تحدثت عن علاقة ذلك بتونس هل يمكن لهذا المزج أن ينشئ فنا موسيقيا جديدا أيضا يلامس الواقع التونسي والتراث التونسي يتطلب الأمر دراسة ومعرفة ودراية يمكن أن يلامس الموضوع بشكل سطحي عندما لا نكون متكون متكونين أكاديميا في المجال فبالتالي تكون ملامسة فلكلورية هشة ملامسة سطحية سورية ولكن عندما يكون الفنان أصول تكوينية صلبة في مستوى الموسيقى الغربية وهذا ما يتوفر عليه حسين الدوس في تكوينه في ألمانيا وهي منهية في التكوين الأوبيرالي الغناء الأوبيرالي بشكل عام وأيضا عندما يكون وفيا لجذوره التونسية فأعتقد أن هذا المزج سيكون جميل جدا هذا يندرج في إطار موسيقى العالم الذي أصبح قرية وأصبحت موسيقا متفتحة الأجراس الموسيقية التقليدية القديمة قد مللناها أو قد ملتها الأذن العالمية بشكل عام تعودت إلى درجة الاهتراء أن تكون الأصوات تلك مهترئة في مجال الذاكرة يمكن أن تحين إلى بعض الحنين ولكن ذلك الحنين هو حنين وهمي المهم أن حسين الدوس بتلك المعافة الصلبة نقديا نعم أنا آسف على المقاطعة نقديا كيف تبعت تجربة حسين الدوس في هذا المزج هل تعتقد بأنه سيفتح آفاق مستقبلية لجيل لإتباع ذات النهج أعتقد أن حسين الدوس كان له هذا الشرف في أن يفتح طريقا لم يستوحش الذهاب فيه برغم أن يكون متفردا ووحيدا حسين الدوس كان يمكن أن يكون بطاقاته الصوتية وبتكوين الأكاديمي أن يكون مغنيا أوبراليا تقليديا أو أن يكون مغنيا على النمط الشرقي ولكن هو اختار أن يفتح دربا لم يسبق إله أحد بهذه الحركية بهذه التوليفة بين الأجراس الموسيقية بين الألات الموسيقية أعتقد أنه كان له هذا الصلب بهذا التكوين الصلب وخاصة بروح التحدي لأن في ذلك مغامرة وفي ذلك إبداع وفي ذلك عدم تأمين للنجاح لأنك ستغامر بتقديم مادة موسيقية عفوا على الكلمة هناك جماهير تعودت على ما يسمى بالعلف الموسيقي أو العلف الفني على غرار ما يسميه الفيلسوف التونسي فتح المسكيني العلف المعرفي أو العلف الإبسيملوجي وهو متكون بالأساس من المواد التي الذاكرة تحييها عند الاستماع إليها فبالتالي نردد أغانيهم كلثوا يوم مع أب الحاليين وعلي رياحي وغيره ونخرج فريحين مخدرين من ذلك العرض حسن الدوس لم يختر هذا الطريق إنما اختار طريقا فيه الكثير من المغامرة استند كما قلت على فادي بن عثمان مايسترو مهم في الموسيقى الغربية بالأساس فبالتالي كان له هذا التأمين الفني ما بين قوسين استند على كاسر تقريبا سبعين عنصر كان مع حسان على الرقح تمكن أيضا من العزف وهو متمكن وبارع في العزف على الآلة الإلكترونية الجيتار الإلكتروني سنتابع دكتور سوفيان سنتابع في القادم من الحلقات دكتور سوفيان العرفاوي هذه التجربة الشكر الجزيل لك وأنت الناقد الفني والباحث في المجال الموسيقي انضممت إلينا من تونس مع نهاية فقراتي اليوم نذكركم ببعض عنوين الغد زيارة خاصة إلى مقهى تبسم لنتعرف على طاقمه الفريد وأجوائه المريحة وتتبعون أيضا زيارة خاصة إلى سوق اسطنبول المسقوف أحد أقدم الأسواق المركزية في العالم مشاهدين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اقترحوا علينا ما لديكم من مواضيع أترككم الآن في أمان الله على أمل لقاء في صباح الغد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة